النهاردة الشيع جثمان الفنانة الراحلة زيزي البدراوي وده كان من مسجد مصطفى محمود والراحلة اسمها هو فدوى جميل البطار واشتهرت باسم زيزي البدراوي اللي اطلقوا عليها المخرج الراحل حسن الامام سماها زيزي على اسم بنته على فكرة دي المعلومات اللي عندي وانطلقت بعديها بقى كنجمة سينما ومثلت معاه وكان اول ادوارها في فيلم بعنوان بورسعيد ورحلت زيزي البدراوي عن عالمنا وفقدها الفن المصري بعد صراع مع المرض عن عمر سبعين سنة وقضت الفترة الاخرانية من عمرها في علاج مختلف في المستشفيات وما فيش شك ان احنا فقدناها طبعا وان ندعو لها بالرحمة والمغثرة وربنا يصبر اهلها واسرتها ويعني يلهمهم الصبر والسلوان ومصر كلها طبعا اي حد قيمة جميرة من اسرة الفن المصري الواحد يعني لازم يقدم له واجب العزاء اشهر واهم ادوارها زمان اول ما بدأت كان مع عبد الحليم حافظ في فيلم البنات والصيف وقامت بدور حبيبة عبد الحليم حافظ رحمة الله عليها الفنانة الراحلة زيزي البدراوي اشتركوا في القناة